أنهى اليوم المشاركون من رجال الشرطة الوطنية الدورة التدريبية لتعزيز الكفاءات وتحسين سير العمل الإداري بمختلف أقسام الإدارة العامة حيث رأس المناسبة المدير العام النائب للشرطة الوطنية بحضور لعديد من ضباط الشرطة كان ذلك بمقر المدرسة الوطنية بحي ديجل تقرير أدم حنفي فاضل أربعة أشهر كانت كافية لأعمال الدورة التدريبية لهؤلاء العناصر الذين ينتمون لرجال الشرطة الوطنية وذلك بهدف تعزيز المهام الأمنية التي تقوم بها الشرطة الوطنية لذا جاءت هذه المناسبة التي نظمتها الإدارة العامة للشرطة الوطنية والتي جمعت كل ضباط الشرطة إن المتدربين في هذه الدفعة هم من أقسام مختلفة منهم في إدارة الشرطة القضائية وآخرون مختصين في مراقبة الأمن والسلام وكذا حراس ومراقبي السجون الإدارة العامة للشرطة الوطنية وعلى لسان مديرها النائب أمبيبيت جانتيلو قد شكر كل من الذين لبوا دعوة هذا الحفل كما شكر دولة ألمانيا الفيدرالية التي تعتبر شركة أساسية في هذه الدفعة أمبيبيت طلب من هؤلاء الأفراد الحرص على المبادئ والأسس التي تلقوها من هذه الدورة وتطبيقها على أرض الواقع هذا وقد شهدت المناسبة تقديم شهادات تقديرية للمشاركين في هذه الدورة بتقدير مشترك ونشير إلى أن هذه الدفعة تحتل المرتبة الخامسة من حيث النهوعية التدريبية